اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختفاء 116 يوم منذ تم اعتقاله هذه القضية لن أعود نحن القضية لكلكم تعرفوها وأسبابها ودوافعها لكن ما وصلني من معلومات جديدة أنا قلت لكم من الأيام الماضية كل مرة يبرمجول تحقيق ثم بعد ذلك يلغى معلومات وصلتني من مصادر موثوقة تقول بأنه برمجول تحقيق البارحة وغير أنه ألغي فجأة بقرار من يحيى الحج سيد الباقي في السجن الآن هذه عدة أشهر لا تحقيق لأنها ما فيش قضية أصلا قضية فارغة يا ناس تخيلوا المحامي لما يروح يشوف الملف الأوراق هذه اللي يدينون بها شقيقي ما يعطوا نسخة منها المحامي قلوا يشوفها نوروه بأي منطق غدوة المحامي رح يقف أمام القاضي ويرافع من أجل هذه الوثائق لي أنتم تقولوا بأنه يحتفظ بها في جهاز الكمبيوتر تاعه كيف سيتأكد منها صحيحة؟ رغم أنهم تلاعبون في الكمبيوتر تاعه ورغمون بكثير من الأمور معلومات أخرى وصلتني في هذا السياق تقول بأن يحيى الحاج والمحيط تاعه بدأوا يتساءلون بدأوا يتضررون يقول لك أنور مالك دير علينا حملة هناك حملات صحفية أخرى هذه القضية وللتلهم فضيحة بمعنى الكلمة ولكن كل واحد يتنصل يحاول يتنصل منها ويمسحها في الآخر وشقيقي يقبع في السجن وشقيقي الآخر الذي هو أكبر منه أيضا مع حقوق ولا تقاعد ولا تأمين رغم أنه يعاني من أمراض القلب المهم الإشكالية مش هنا الإشكالية هذا الشخص اللي تشوفوا فيهم تشوفوا فيه أمامكم هذا اسمه زريطة حسن هذا مقدم من ولاية باتنا هذا هو صاحب التقرير واللي ينفخ في الموضوع حتى تم الانتقام من أشقائي هذا اللي عنده أخوه زريطة آخر أعتقد سمير اللي موجود في مركز الأدلة الجنائية وهم تجار انتع عقارات وتجار انتع تهريب انتع بضائع وحتى التجار في الحبوب المهلوسة والرشوة اللي يخذوا فيها في قضية الوسط توسط في قضايا الناس الجديد في هذا الموضوع أن هذا الشخص الذي تشاهدونه أمامكم زريطة حسن هذا الشخص كان من المفروض رح يطلع العام الماضي رتبة عقيد وفي آخر دقيقة عندما تكلمت عليه وكشفت معلومات عليه ماذا حدث؟ حدث أنه شالوا اسمه من قائمة الناس اللي مقترحين في ترقية الرطبة من مقدم إلى عقيد بعد ذلك الآن ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول للمقربين منه أنني لأنه هو يتهم بينه بين محيطه أن الجنرال ألحاج هو اللي نحاه بعد ما تم ذكره والحديث عليه الآن ماذا يقول للمقربين منه؟ يقول لهم أنا من ورّة ألحاج في قضية أشقاء أنور مالك بل أنه يقول لهم أن أنور مالك على مدار سنين طويلة وهو في الإعلام يا كلمة الدرك الوطني لم تأتي على نسانه يوما ولا جهاز الدرك يتكلم عليه أصلا قال لهم أنا من ورّة ألحاج مع أنور مالك حتى أصبحت فضائح ألحاج بقلق بل قال إلى أحد الظبات السابقين نعم الظبات السابقين وهو متقاعد وتربطني به علاقة قال له يحيى ألحاج صارت أيامه قليلة جدا على رأس قيادة الجيش السبب قال له تورّة تورّة كبيرة أصبحت الآن فضائح امتعه في كل مكان بسبب أنور مالك وأنا من دار لهذا الفخر هذه معلومات من مصادر موثوقة معلومات لا يرقى لها شب معلومات لا تأتي من طرف أشخاص يعبثوا يعني بالله عليكم هذه مؤسسة الدرك الوطن مؤسسة لديها ضبطية قضائية مؤسسة لديها مهمية في دولة القانون تصبح بهذا العبث مقدم يروح يعمل تقارير هي وصلت كان تقارير من قبل لكن يبدأ يتلاعب وزيد يعمل هو تقارير أسود ويقول الألحاج في التقارير أن الأفضل هو طرد أشقاء أنور مالك لأنه من المحتمل أن يقوم بتزويده بالمعلومات ألحاج بكل غباء وبكل حماقة واحد لا يستحق أن يصل بهذا المنصر واحد قضى حياته كله وهو رص حرام يقاتل مجرم وأيديه ملطخة بالدماء هذا الذي يجب أن يعلمه الشعب الجزائري الجزائريين اللي ماتوا أولادهم في الغرب الجزائري تأكدوا ولا اختفوا ولا من المفقودين اسألوا عليها يحيأ الحاج خاصة في تيارت السوقر في المناطقها من حدثكش على بشار وما حدث فيها وبين يدي ملف ملف أخطر مما يمكن تخيله عن إعدام طال واحد مختل عقلي عند الوثائق والآن رانا في رحلة بحث عن الشخص الحقيقي عندما نصل إليه أو إلى أفراد عائلته سترون العجب العجاب في هذا الملف الذي طرفاه منه سعيد شنغريحة وهذا يحيأ الحاجم المهم أنه هذا هذا الزريطة هذا الآن يتباهى ويفتخر بأنه جاب قنبلة موقوتة داخل الدرك الوطني لأنه قال لهم لو لم أنه الدرك الوطني طرد أشقاء أنور مالك وقال لهم بالحرف الواحد أشقاء أنور مالك مظلومين لم يشهد عليهم يوم أنهم ارتكبوا مخالفة في القانون أو أخذوا شيء خطيهم أو أي شيء من هذا القبيل ما فعلوه يوما ولكن حتى علاقتهم مع أخوهم أو مع أخيهم علاقة عادية جدا عمرهم لا التصبب ولا أي شيء من هذا القبيل في إطار أنا أصلا ما كنت نحكي على الدرك حتى يكونوا أشقاء أنا حكيت على الدرك بعد ما حدث لأشقاء المهم الإشكالية واللماشية في هذا الموضوع أنه الآن رهم محترين أي ملف في دير الشقيق إذا استمروا بهذا الملف هذا اللي درهون لغمون للأردناتير ملف فارغ فاضي إذا الآن حبين يديرون ملف أنه عنده علاقة معايا ماذا بحثوا ربما يجدون معلومة يمكن أنها تكون مرتبطة لأحد أشقاء مالقار بعد ما سجلوا شقيقي الصغير هذا لخطفوه كذا بعد ذلك يبدوا يحفروا وراء أشقاء الآخرين سواء عسكريين أو أسابقين أو مدنيين ربما يجدون شيء يتعلق بالفساد يتعلق بالمقاولات يتعلق بأخذ أشياء بغير وجه حق وصلوا حتى إلى ما يتعلق بالوالد ووجدوهم ضعف عائلة مجاهد عائلة عائلة شهداء عائلة ثورية بإمتقاس واحد زي آحيا ألحاج ابن حركي والده تورت في مقتل أبناء منطقته بالويشاية وتبليغ المعلومات للمستعمر الفرنسي يروح ينتقم من هائلة مشاهده المهم هذه القضية فهذا هو مواصل من المعلومات لأن يبحثوا كيف يعملوا له قضية التواصل معي حتى القضية هذه قضية التواصل معي قضية التواصل معي ما هيش قضية قانونية أنا لن يمدرج في قائمة الإرهاب ولا علي أحكام قضائية ولا أي شيء على أي أساس تروح تتابع شقيقي يتواصل معي على أي أساس لو كنت مثلا مدرج في قائمة الإرهاب هذهك اللي أصدرها فصدرت في الجريدة الرسمية ممكن أهم يتواصلوا مع إرهابي وأنا وشي هو لا عندي حتى قضية ولا واحد يجبذني في قضية أو شيء من هذا القبيل ولا شيء يعني حتى إذا كان حاب تلفق له تهمة بالتواصل معي هذه ما هيش مؤسسة قانونية هذه لو كانت دولة قانون نخرج المهم هذا هو الجديد في القضية اللي ما زالت مطروحة على مستوى قسنطينة وأيضا هناك نقطة أشير لها تتعلق بجامعة قسنطينة في إطار سياق الحديث عن قسنطينة جامعة قسنطينة اللي حكيت على فضائح في الأيام الأخيرة وقريت لكم رسالة أرسلوها نساء مساكن موظفات هناك يتعرضوا للظلم من طرف واحد يسموه كنازة راه ومسؤول في كلية الإعلام والاتصال هذا كنازة وصلتني معلومات أنه يتطاول علي ويتباه بل يتباه بأنه عنده علاقات مع الأجهزة وأنه محمي من طرف جبار مهنة وما يقذيله حتى واحد الآن ما حشمش على عرضه هذا كنازة وما زال الآن ماذا يفعل يقول للنساء رايح نجيبه لي يتواصلوا مع أنور مالك وندخلهم الحبس تخيلوا واحد ما احترامي للأساتذة وما احترامي الناس في المناصب لكن هذا الشخص جرد مسؤول لا يسوى فرنك في محد الكلية وكلية الإعلام والاتصال يتصلت على أساتذة وناس عندهم كتب ومؤلفات وأبحاث ويضطهدهم ثم يهددهم أنه أي واحد يتواصل بل قالهم شقيق موجود في سجن قسانتين العسكري رايح نحرش عليه وينتقم منه تخيلوا تخيلوا إلى هذا الحد أنا نقول لك يا كنازة تعرف لندة عقون ولا ما تعرفهاش لندة عقون أنا ما نقول لك ش من هي أنت تدري من هي ملفها عندي صورها عندي وعندي ما لا يخطر على بالك على هذه السيدة اللي اسمها لندة عقون ما نحكيهاش الآن رايح نأعود إليك لأنه هذا ما هو موضوعي الآن ولكن في سياق الحديث عن شقيقي راهي مرتبط هذا بقي يربط في الموضوع على هذا سأعود في حلقات قادمة هذا الشخص إذا ما حشمش على عرضه وتوقف على حجرة هذه الموظفات المسكنات وتوقف على عن طرياته الفارغة واستهدافه لشخصي وعائلتي الملف القادم والحلقة القادمة اللي رايح نتحدث فيها على كوارث قسانتينة سأحكي لك على السيدة ليندا عقون وعلاقاتها وألعبها في مجال اللي هي تعمل فيه وأنت عارف جيداً والقضية تتعلق بوقت فقط لكن أذكر كلام حملة شرسة طالتني هذه الأيام بسبب غزة هذا القطاع الفلسطيني الذي يتعرض حقيقة إلى حرب إبادة بمعنى الكلمة حرب إبادة غير مسبوقة هذا القطاع الذي كان عبارة عن سجن بمعنى الكلمة وهو أكبر سجن في الحالم ناس محاصرين بسياج من البحر من هناك معابر دائماً مغلقة الناس توصلهم المساعدات إلا بيفشق الأنفس يعني شيء شعب عانى الأمرين أكثر من 2 مليون أو ما يقارب 2 مليون ونصف عايشين في مساحة محدودة خلت المتر مربع فيها أكثر من 6 أشخاص شيء مهول هذا الحرب التي تعرفوها حدثت بعد العملية التي قامت بها كتائب القسام التابعة لحركة حماس في إسرائيل مناطق الأراضي المحتلة التي تحتلها إسرائيل قاموا بعملية فيها اختطافات مدنيين فيها عسكريين فيها قتلى فيها أي شيء باش نتكلم بكل موضوعية بعيدا عن العواطف في الهوجة التي تؤججها وسائل الإعلام العملية بمنظورها القانوني في القانون الدولي أنك تقوم بعملية وأنت مسجون من حقك تعمل هذه العملية المقاومة حق مشروع مكفول في القوانين الدولية لكن اختطاف المدنيين أو قتلهم أو تعرض أشياءهم يحكوا على بعض الأشياء هذه تعتبر جريمة في القانون الدولي لذلك ما قامت به حماس بمنظور القانون الدولي فيها جرائم حرب تعتبر جرائم حرب خطف المدنيين وكذا 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 وأيضا فيها قتل مدنيين لكن في المقابل أردت إسرائيل بهمجية غير مسبوقة ووحشية وفاشية كأنها كانت تنتظر هذه العملية على أحر من الجبل نشرت نيويورك تايمز تقريب تحدثت بأنه فيها أحد التقارير التي رفعت للاستخبارات الإسرائيلية منذ أكثر من سنة تحدثت على هجوم محتمل وبهذه التفاصيل التي وقعت في هذه المناطق التي دخلها مقاتل قسام تقرير تجاهلته وسائل الإعلام التي تطبل وتزمر لانتصارات المقاومة إلى ذلك اليوم تبث الجزيرة أخبار عاجلة تقول بأنه بناء على عحيفة إسرائيلية تقول بأنه حدث اجتماع قبل يعني في 6 أكتوبر حول هجوم محتمل لحمس لذلك كل المعطيات تتحدث من أنه هناك علم مسبق بعملية تطبخ وأنا نقولها لكم لا يوجد مجتمع مخترق استخباراتيا مثل المجتمع الفلسطيني مخترق وتتعامل معه إسرائيل ويتعاملون فيما بينهم بطريقة استخباراتية غير مسبوقة لذلك أنه كان حتى جوانب تقنية اختراق ذلك الجدار والكاميرات وأشياء كثيرة كلها تدل بأن الجانب الإسرائيلي على الأقل لديه نسبة 40% من المعلومات والإحتمالات الممكنة وغير ممكنة في عملية قادمة من القطاع ردت بهذا العنف الذي غير مسبوك وهي على حسب المعطيات المتوفرة كملاحظ وكخبير في القانون الدولي أن ما يحدث هي جرائم إبادة جماعية حقيقة عندما تأتي وتطلق القذائف بطريقة عشوائية تستهدف البناء المدنية تستهدف السكان تستهدف المشافي فهذه أعتقد بأنه والهدف هو القضاء على سكان الذين تجمعهم قواصم مشتركة كجنسية فلسطينية كديانة إسلامية كجنس عربي وكذا عندما يستهدفون بهذه الطريقة فالقضية ترق إلى جرائم حرب فقط هذا على المستوى النظري تحتاج إلى تحويل هذا الأمر من طرف محكمة متخصصة والجنائية الدولية إلى جريمة ثابتة وحكم كامل وصريح العبارة ومتكامل الأركب الحقيقة أنه جيت أنا وتكلمت في هذا الموضوع لأنه بمجرد ما عملوا الهدنة خرجت جماعة حماس وبدأوا يتحدثون عن الانتصار قلت أنا بأنه هذا مش انتصار يا ناس لأنه عندما تتحدث عن انتصار وهزيمة فأنت تتحدث على الأقل بين قوتين تتقاتلاني وهما متكافئتاني على مستويات متعددة أو تكافؤ العسكري بين الطرفين متقارب وهذا إذا سلمنا بهذا المنطق فإن أكبر من سيستفيد من هذه المسألة هي إسرائيل التي تبحث عن مخارج لها لتتفادى أي تهمة بارتكاب جرائم حرب على الأقل التي قد ترقى إلى جرائم الإبادة الجمعية عندما قلنا لهم لا تعلنوا الانتصار خلوا الأمر أنكم قمتم بعملية هذه العملية تتمثل في اختراق أمني في السابع من أكتوبر والذين قاموا به نجحوا فيه لأنهم دخلوا وخطفوا وعسكريين ومدنيين وقتلوا ثم عادوا إلى مواقعهم سالمين أعتقد بأن للقضية أن المهمة ناجحة على مستواها العسكري أنا لا أتحدث عن موقف الشخص مما حدث أو شيء من هذا القبيل أنا أقوم بتحليلي ما حدث لكن الذي حدث لاحقا هي ردة فعل من إسرائيل التي هي أصلا من قبل قامت بعدة عمليات تستهدف القطاع لذلك ردت بفعل همجي كان متوقع جدا المسألة وما فيها فقلت لهم الآن الذي يحدث ما هي مسألة أنها حرب ولا تكف الذي يحدث هو جيش نظامي لدولة اسمها إسرائيل عضو في الأمم المتحدة معترف بها دوليا على الأقل أغلبية الدول معترف بها وهي عندها العضوية كاملة في الأمم المتحدة هي تقوم بحرب إبادة جماعية على شعب أعزل عند بعض المقاومين يقاومون في إطار حرب العصابات ضد قوات راهي داخل إلى غز إذن هنا مسألة لا يمكن أن نتحدث على انتصار ولا هزيمة نتحدث عن الغزة التي تباك وليس غزة التي انتصرت ولا غزة التي انهزمت هذا قلنا لهم أنتم تخدمون إسرائيل فجعلوا فغضبوا وجيشوا الجلوش وصار أنور مالك متصاهيا عربي وأنه مع الصهاينة بل هذا ينشر يقول لك أنور مالك صديقة في خيال أدراعي ولا في عمري تكلمت معاه ولا عندي به علاقة ولا أي شيء من هذا القبيل وأنور مالك راه عنده علاقات مع إسرائيل لأني جبت إيدي كوهين من قبل حاورته وأرجع للحوارات تشوفوا ما هو الهدف من تلك الحوارات وما إلى ذلك من هذه الأمور تحدثت على السنوار أنا قلت الآن عملت منشور خليني أوري لكم المنشور باش نكونوا خطوة خطوة مثلتها في رسالة أرسلتها إلى هؤلاء القوم لأنه حقيقة راهي الأمور هم من يتحملون مسؤولية ما يحدث في بلدهم أنت خذت حرب خذت حرب يا ناس هذه الحرب يعني دخلت في متهات كبيرة من يتحمل مسؤولية؟ أنت لتحمل مسؤولية بلدك ألي بلدك وأنت الذي تتحمل ما يترتب عليها وأنت من بدأ هذه الحرب فعندما قالوا طلبنا منهم أن يبينوا لنا ما معنى غزة انتصرت قال لك أنه إسرائيل قالت لم نحقق أهدافنا السؤال ليس في الحرب أنه ماذا تريد حققت إسرائيل ولا ما حقتش أهدافها ماذا حققت أنت وأنت الذي بدأت هذه الحرب بعملية السابعة من أكتوبر ما تقول لي أنه كانت حروب من قبل نعم كانت ولا تقول لي رانا استبقنا لأنه إسرائيل كانت رح تقول تقوم هذه كلها افتراضات وحكايات أنا نتكلم عن الملموس ما قبل السابعة من أكتوبر لم يكن هناك حرب الحرب بدأت مباشرة بعد السابعة من أكتوبر إذن أنت من قمت بعملية إذا كنت تتوقع هذا الأمر وقمت بها تحمل مسؤوليتك وإذا كنت لا تتوقع هنا راه غباء استراتيجي كبير هذه الرسالة رسالة نصح إلى يحيى السنوار وإسماعيل هنية وكل قادة حماس أي أمامكم تستطيعوا تعودوا إلى حسابي على تويتر وتشاهدوها أو أكثر من نص مليون لقراءة هذه الرسالة الغضب الكبير الآخر أنني تحدثت على يحيى السنوار يحيى السنوار يا ناس كان سجيل كان أسير 23 سنة تقريبا هو في الأسر عند الإسرائيل عند الإسرائيل تم تحريره في عملية التبادل هذيك بجلعات شاليد كان من ضمن الذين أفرج على جاء مباشرة أصبح قائد هذا من الأخطاء يا جماعة قلت لهم من الأخطاء واحد يبقى 23 سنة تروحوا بمنطق شرعية السجون التي أضرت بكثير من الثورات الثورات أضرت بثورتنا في الجزائر في التسعينات وحتى في الحراك الشعبي أضرت بمسألة شرعية السجون وأضرت بثورة السورية والثورة اليمنية هذه حكاية أنه واحد سجن كثيرا هو لنزم يكون زعيم هذا منطق سخيف يذر بكل الحركات والقضايا العادلة فقلت لهم كان الأولى بهذا السنوار أنه يخضع لعلاج نفسي طبيعي جدا أن تكون في الأسر 23 سنة ما يأثرش فيك هذا الأسر ما يأثرش فيه يأتيني من يرد يقول لي أنت تطعن في يوسف عليه السلام وهو نبي الله يا هذا كيف تقرنني ما بين الأمرين هذا نبي وقسته أصلا مرتبطة برميه في الجب وخوته يعني كلها حكمة الله تعالى في ذلك السجن لي رايح تنبني عليه كثير من الأمور واحد يرسلني ويقول لي أنت طعنت في ابن تيمية ابن تيمية كان في السجن وهل ابن تيمية خرج من السجن وأصبح مسؤول كبير وقاد الأمة وحقق انتصاراته شيء من هذا قال لي لا هو دخل السجن قال عميت فيه وألف كتب وكذا 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 طبق كتب لذلك حتى الإنسان اللي يكون في السجن من المفروض لا يفتي فالإنسان اللي يفقد حريته رح يتأثر في كثير من الأمور والإنسان الذي يجلس في السجون من المفروض ما ينظرش للأشياء التي تخص مستقبل الأمة لأنه يكون تحت تأثير السجن عندما تحدثت هذا الكلام يا إخواني الكرام يتصل بأحد الأسر السابقين وأتحفظ عن ذكر اسمي بطلب منه لأنه موجود هناك وممكن يتعرض إلى أي مقر هذا الشخص حدثني هو ضمن كثير من الأسر اللي كانوا على مدار هذه السنين الذين قضوا مع السنوار قضية في الطرف للسجن ماذا حدثني؟ حدثني بعض الصورة على شخصية السنوار قال لي أنه إنسان عصبي جدا أنه عصبي جدا وأنه سريع يشتم بسرعة وأنه أحيانا تنتابه موجاتك هكذا من الغضب حتى يصير يسب من حوله يسب حتى القضية الفلسطينية بل أنه يسب حتى الذات الإلهية كما هو حاد اسمعي الهني يعني يقولون الكلام القبيح هذا بطبعه باستثناء يعني حقيقة فيهم كثير من جماعة حماس فيهم طبع هذا الكلام القبيح باستثناء الرنتيسي والشيخ يسين رحمة الله عليه هذا من اللي يقول لكم عليهم كلام من هذا النوع فهو يكذب عليهم ولكن الآخرين خاصة من هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذا المشهد ألسنتهم قبيحة إلى أبعاد الحدود قال لي شديد الغضب والنرفزة وأنه طالما أنه طالما يقوم بواحد الأشياء تصل درجة أنه يصاب بنوبة صرع يضرب رأسه على الجدار حتى يمسكوه وبعد ذلك يقدموا له بعض المهدئات وحد الحبوب هكذا خاصة به بلما يشربها يعود له هدو وفيه معلومات أخرى كشفها لي هذا المصدر لكن لن أحكيها اليوم لأنني أجريت حوار مع أحد الإعلاميين وأعطيت هذه المعلومة على أساس أنها حصرية ولذلك لن أستبق هذا هذا البرنامج وأقولها الآن نتركها حتى تقال في ذلك الحلقة ثم نعود إليها إذن يحيى السنوار عصبي جدا لا يقبل الرأي الآخر ولا يقبل المشورة وعندما يقول كلمة حتى لو كان على نوع الغداء أو الأكل الذي يأكلونه ما يقبل حتى واحد يدبر عليه شيء آخر شخص بهذه الصورة يا جماعة تروح تعطيه قيادة أهم حركة في غزة وبعد ذلك يخطط إلى عملية بهذا الحجم من دون أن تحسب لعواقبها من دون أن تنظر إلى ردة فعل إسرائيل ماذا ستفعل ومن دون أن تجد الخيارات اللازمة كيف سيكون الموقف المنتظم الدولي معاك كيف ستكون مواقف الدول العربية معاك كيف سيكون موقف السلطة الفلسطينية معاك كيف سيكون ردة فعل الميليشيات الإيرانية اللي أنت متحالف معها معاك وأيضا عندما يكون هناك قصف إسرائيل عندها دائما تقوم بقصف همجي كم من مرة عملتها ما هي الخيارات والبدائل التي ستوفرها في هذه الحالة أنت جايب أسرى وفرت ليهم الحماية جبت بنت معاها أكرمكم الله الكلب ووفرت لها الحماية حتى عادت هي وكانيشها سالمين غانمين فلماذا هذه الأنفاق اللي فيها يتحدث على خمسمائة كيلومتر ومش عارف واش أكثر من متر الأنفاق أنت على لندن ولم تدخل لها مواطن واحد لحمايته أحد المسؤولين في حركة حماس قال بأنه مسؤولية حماية المدنيين للأمم المتحدة يعني الروح أنا نقوم بعملية إسرائيل جي تقصف خليهم خليني أستغل دماءهم من أجل نشر المظلومية ودعوة المجتمع الدولي لإنقاذ الغزية رغم أنك عشت تجارب السوريين منذ 2012 أو 2011 وهم يذبحون منذ مارس 2011 وهم يذبحون إلى يومنا هذا والبارحة فقط كانت عمليات قصف فيها قتل الأطفال والمشاهد التي رأيتمها في غزة شاهدنا منها مئات ربما الألاف في سوريا هذا الذي حدث معنا وهذا الذي رأيناه وشاهدناه والمجتمع الدولي كان يغط في سبات عميق لذلك لا تنتظر أنك عندما تأتي وتسوق الجزيرة إلى هذه المظلومية أن العالم سيتحرك وينقض لذلك عندما لا توفر للمدنيين بدائل لحمايتهم أنت أصلا قمت بهذه العملية من أجل فك الحصار على الناس هكذا ومن أجل تحرير والأرض لماذا؟ لكي يعيش الناس بخير وفي أمان عندما تعرضهم إلى كل هذه المخاطر وأنت لم توفر لهم حماية ما الذي استفدتك؟ بل الأكثر من هذا أن هناك ناس مشردين مخيرين إما يبقى في بيته ينتظر أن تسقط عليه قذيفة يموت أو يروح إلى أماكن هذه اللي وقالت عليها إسرائيل أنها نقاط أمان لا يتم استدافة يقول لهم تروح لهيه تبقى دائما جائع وخلي تموت بالشر يعني تبقى في دارك تشبع ممكن تموت بالقسف تروح للأماكن التي لا تقسف تموت بالجوء فماذا يفعل هذا المواطن يقول لك خليني لموت شبعان أفضل من أني لموت شعان يعني أنتم لم توفروا أي بدائل لإنقاذ المواطنين يا سيد عندما نتحدث بهذا المنطق يغضبوا ويخونون وننشر في بعض النداءات الناس تصيلني من غزة كلها لا تأتي على هوا ما تبثه الجزيرة يرسلوني يقولوني أنت تريد أن تشق الصف أليس من حق هؤلاء أن تصل شكواء كي ننسى يقولوا مستعدين نموتوا من أجل المقاومة وكي ننسى تقول أنقذونا من هذا المكان فناس صارت يتم بش يعطي خيمة بمئة دولار يعني يراه شيء مذهل لذلك يا جماعة ما نتحدث عنه ليس تحاملا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومته عنده حق المقاومة ولكن يجب أن يكون كل شيء مدروس فتسليم القيادة إلى مغامرين أنت هذا السنوار رهو تحت الأرض الدنيا كيف عنده وهو في أمان مش كل يدفع الثمن مواطني وبعض الجنود الموسطى اللي يقوموا بعمليات من القسام يواجه القيادات هلش مبقاوش هناك أنتم تقولوا أراهي ناس هذا مراههم شهداء وارتقوا إلى ربهم ومش عارف وشو كذا وكذا قال له وقعد أنت ثموستشهد وارتقي إلى ربك وعائلتك أيضا تدفع الثمن يعني حقيقة والله نوع من العبث بأرواح الناس إنسان كيقوم مقاومة لسه تكون في الصميم الأكثر من هذا لما يقول له ماذا الكلام يقول لك لا أنت من الجزائر أنت مش من الجزائر دولة المليون ونصف المليون شهيد كما نطرق عليها تربينا نحنا نطرق على الجزائر دولة المليون ونصف المليون شهيد أنا لا أقول هذا الكلام مكان قابل جمال عبد الناصر بن بله وما قالوا مليون ونصف شهيد جاء تبور رجعها خمس مليون وستمائة وثلاثين ألف البارح خرجنا واحد من سلطنة عمان يقول عشرة مليون وزير الأوقاف قال سبعة مليون كين بحث آخر قال تسعة مليون كين لقات ثلاث عشر مليون وكين الأقريب يقول الشعب الجزائر يقول استشهدوا وهذو مجيين من كوكب سوحد يا جماعة أنا لأ الحرية دائما مضرجة بالدمع والثمطة استقلال البلد دائما يحتاجوا إلى الروح والجسد هذه الحقيقة ولكن مش أنت أصلا تغامر باش يعني أنك تسرعوا باش تقتلوا مليون ونصف باش تدوا الاستقلال يعني هكي تقوم بعملية تقوم بعملية مدروسة بعملية مدروسة ولكن هناك كثير من الجوانب حقيقة نأجلها نتحدث عليها في وقت لاحق حول هذه القضية لكن وأكد بأنني ما أقصد بكلامي أنني ضد راني مع إسرائيل ضد الفلسطينيين هذا كلام كله ما عنده حتى معنا ولكن أنا ضد أي عمل يكون فيه غوغائية وعبثية بأرواح الناس ودفع الناس إلى التهلكة من أجل ألا شيء السؤال الذي يجب أن تجيب عليه قادة قيادات حماس العسكرية والسياسية ماذا أردتم من عملية السابع من أكتوبر وماذا حققتم من خلالها ومن هي الدول التي استشرتمها وقالت لكم أمظو على بركة الله هي الدول التي علمت بالعملية وقالت لكم روحه هي التي تستحق اللعن والطعن على أنها خذلتكم أما الدول التي لم تعمل أعفوا تعلم بعمليتكم شيئا فأعتقد بأنه هذا من الظلم الكبير تحميلها عواقب عملية لم تستشيرها فيها المهم نتمنى الله تعالى أن ينهي هذه الحرب مطلب الآن هو نهاية الحرب الإجرامية المسلطة على هؤلاء المساكين لنشوف في صور أطفال والله فيه ما يندل له جبيل أما العنطريات الفارغة فأعتقد أنها لن تقدم ولن تؤخر شيئا وما يحدث صدقوني خدمة مجانية على حساب أرواح البشر قدمت لخففيش الظلام الذين لديهم مشروعهم وآنا أوال تنفيذهم وأعتقد بأن الخففيش هذا تلعب فيهم إيران دور رئيسي ولكن للأسف حماس لم تتطعض فبدل أن تخرج من هذا الحلف شيئا تقول إيران تعطيني السلاح منين مجاب تقول لكم السلاحات إذا أعطتكم السلاح ريفو أفوت تقول لكم على مصر معناها مصر اللي وافقت عليه مني كيف جاء هذا السلاح جاء من السماء وهبطت ما كانش حتى طيارة إذا وافقت إسرائيل يجي السلاح في الطيارات معناها إسرائيل اللي أعطتكم السلاح خلونا من هذا إذا دربت لكم عناصر ما كان تقول لكم إيران تخصص مئات مليون دولار سنوي الحماس في حين حماس ما تأخذه من الدول العربية سواء عن طريق الاستثمارات أو عن طريق المساعدة من رجال الأعمال أو كذا بالمليارات الدولارات وعندما يوقفوا يلعنوا في العرب ويمدحوا في كراب الملال وللأسف هذا لن يجنوا منه إلا الخيبات تلو الخيبات والأيام سجال بيننا واذكروا كلا مجلس التعاون الخليجي اجتمع في دورته الجديدة لهذه العام هذا الاجتماع ركم شفته حدث في الدوحة وقع فيه إعلان الدوحة مثل ما كان إعلان الرياض العام الماضي لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل التي وردت في هذا الاجتماع فيما يخص فلسطين فيما يخص العلاقات الخليجية فيما يخص ما يهمني في هذه اللحظة هو الملف المغاربي العام الماضي خليني أظهر لكم العام الماضي البيانة تبع العام الماضي لسموه إعلان الرياض نشوف نقول لكم ماذا قالت دول مجلس التعاون الخليجي أها واشحكت على المغرب على المغرب هذه النقطة 62 أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها مشيدا بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن الصحراء المغربية هذا الذي ورد في البيان في إعلان الرياض العام الماضي هذا العام هاو أمامكم البيان الختامي لهذه القمة الجديدة هالنقطة 85 أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة وتنفيذ خطة العمل المشترك وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها مشيدا بقرار مجلس الأمن سبع وعشرين سفر ثلاثة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بشأن الصحراء المغربية تقريبا نفس الكلام لكنه نقطة أخرى هنأ المجلس الأعلى المملكة المغربية بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم عشرين ثلاثين هذا ما ورد في هذا في هذا النص في هذا النص ذكر أيضا في نفس البيان تكلم أيضا على تعزيه للمملكة المغربية فيما يخص ما حدث في في منزلزال وكذا وكذا هذا ما ورد في قضايا المغرب في هذا البيان الختم المجلس التعاون الخليجي ثابت على مواقفه مغربية الصحراء دعم المغرب في وحده طرابية واستقرار هذه خطوط ثابتة حمراء لدى مجلس التعاون الخليجي هذه ودعمه للقرارات الأممية يعني هنا هذه وشتوضح لكوحد الصورة لدائما الجزائر تحاول أن تغالط بها بعض الناس عندما تأتي دولة وتقول أننا نبارك مثلا ولا نؤيد المبعوث الأممي في قضية الصحراء يهبل ويقولك خلاص خلاص لأمريكا قالت نؤيد المبعوث معناها أمريكا بطلت كل قرار لاتخذة حول مغربية الصحراء وسيادة المغرب القرار عندما يصدر من طرف دولة يلغى بقرار آخر وليس ببعض الأفعال والتعليقات السياسية يعني والله عندنا ناس يعني مسؤولين والله العظيم مسعورين بالوهم وبالخرافات والخزعبلات هذه هي الإشكالية القائمة الآن بدل أن تقول كلام شوية منطقي ها هي الدول مغربية الصحراء دعم المغرب في وحده واستقراره الشراكة الاستراتيجية الخاصة تدري ماذا معناها كلمة الشراكة الاستراتيجية الخاصة معناها المغرب راه تحول إلى أكبر شريك استراتيجي خاص يعني عنده مكانة خاصة لدى لدول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر أقوى هيئة من أقوى الهيئات في العالم بعد الأمم المتحدة وغيرهم اصبح هيئة لمجموعة من الدول لديها تأثيرها الاقتصادي والديبلوماسي والأمني والعسكري والاستراتيجي وكل ما يخطر على بالك تأتي هذه الدول تتحدث عن شراكة استراتيجية يعني دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى علاقاتها القوية فيما يخدم المصالح المشتركة مع المغرب والجزائر ما بروك عليك البوليزاري أو قعد أنت ابكيلي بابراهيم غالي وصرف علي وديه للضونتست على حساب الخزينة العمومية غير لسنان يعني هذا هذا نحن ما نريد نستفيد كجزائريين بدل أن تكون عندنا شراكات مع دول الجزائر كلمة رفض الجزائر لم يرد أصلا في هذا البيان نهائيا ولا أعتقد البيان اللي سبقه ما كانش ما ذكروش ما عندهم حتى علاقة بالجزائر يعني أكبر دول شريكة اللي عندها تأثير اقتصادي بل السعودية هي تتحكم في مصير النفط وأسعار النفط اللي هو كما يقول شريان الحياة للدولة الجزائرية ما تتذكرش حتى الجزائر حتى في البيان وجي تحدثك عن الجزائر عادة دبلوماسيتها قوية وما إلى ذلك هذا رهي رهي جي حويش أخرى رح نتحدث عليها فيما بعد فيما يخص زيارة الملك المغري بمحمد السادس إلى الإمارات وماذا توجه هذا الأمر المغرب أصبح أقوى دولة عندها علاقات مع دول الخليج معناها الذي يمس بالوحدة الطرابية المغربية وباستقرارها وبشراكتها مع الآخرين وبالاستثمارات لما جيل بوليزاريو تقوم بعمليات هذه مثل عمليات إرهابية التي تقوم بها هذا راه استهداف لدول الخليج معناها هذه رسالة لك أيها النظام العسكري الجزائري الذي تفكر بطريقة عبثية بطريقة صبيانية بطريقة لا تمس للأخلاق أخلاق الجيران وأخلاق العروبة وأخلاق البربر والأمازيغ وما إلى ذلك كل ما تؤمن به فيه قيم مثلة وقيم عليا يجب أن تتمسك بها هذا النظام لا علاقة له بها إذن دول مجلس التعاون الخليجي تجدد وتؤكد وأمرها يتمدد يتعدد ويتعدد من أن المساس بالمغرب ووحدته الترابية هو مساس بمجلس التعاون الخليجي هذا هو الواضح ماذا جنيتم أيها الجزائريون لا أقول الجزائريين كامل بل أني أتحدث عن هذا النظام العسكري البائس الذي يراهن على قضية أصبحت خاسرة في عيون أصحابها مش في عيوني أنا الذي ليس لدي بها علاقة سوى أنه جمعت البوليزاريو عايشها عندنا في تيندوف زارها تبون بمنطق زيارة لدولة إما هذه الدولة رهي محتلة راح زيارة عسكرية تخيل رئيس جمهورية يروح لتيندوف تيندوف ولاية جزائري راح لها زيارة عسكرية تستقبل عسكرية والطيران عسكري فهذا بدليل إما الجزائر رهي تحتل تيندوف وتحتل والتيندوف تعالبوليزاريو ولا أنها البوليزاريو تحتل هذه اللاتيندوف والعلاقة اللي موجودة هي علاقة عسكرية فقط هذه هي الحكاية وللأسف الشديد مهزلة بمعنى الكلمة بل تعتبر أم المهاز يعني أنت يجيك مجلس تعاول خليجي يقول هذا الكلام أمريكا تقول هذا الكلام إسبانيا اللي دخلت فيها عيب وتسببتم في خسائر جسيمة للطرف الجزائر هناك خسائر أيضا لإسبانيا ولكن صدقوني يا جزائريين أن الشركات التي أصيبت بخسائر جراء القرار الغبي والأحمق الذي اتخذه هذا المعتوه اللي مسمى تبون حقيقة هذه صراحة يعني تعرف بإعازة من جماعة الجنرات هم الليدر يعني ستعوضها الجزائر عن طريق صفقات تحت التحت ولا تسمعوا بها كل الخسائر اللي تخسرتها الشركات جراء هذا القرار الغبي الأحمق هذا الذي اتخذ تجاه إسبانيا راح تعوضها الجزائر من الخزين العون ولن يخبرونا وما يقولولنا ولا أي شيء ولا عندنا مؤسسات تراقب المال العام حمركم حمركم شفتوا دولة دولة غنية بالمال ما عندهاش مؤسسات تراقب المال وهذه المؤسسات من تكون مش مؤسسات انتع أنا نعين لجنة واحدة انتع محاسبة ولا كذا وهو راح يجي حسبني بأي منطق من المفروض البرلمان هو اللي يشرف على المال العام ما يخرج فلس ولا صفقة إلا بموافقة برلمانية من طرف ممثلي الشعب الذي يعني ان الشعب وافق على استراد أسلحة وافق على استراد عتاد وافق على مساعدة دول وافق على التنازل على الديون ولكن عمركم شفتوا الجزائر انها تنازلت عن دولونها لصالح لدول تمت استشارة الشعب أبدا عفوا لم يحدث هذا ولكن عصابة تنهب في المال وتعبث به وجوعت الجزائريين وفقرتهم والله يا ناس كما تشوفوا الطوابير وتشوفوا هنا الناس الحراجة كيف يشرهم عايشين في كثير من المدن الفرنسية ولا غير الفرنسية والله يتبكوا عندهم دم يعني البلد كان من الممكن يعيش الجزائري خمس نجوم مثل ما يعيش القطريين ما يدفع كهرباء ما يدفع غاز لا يدفع حتى شيء والدولة انتاعه وعنده حق في دراسة في الخارج على حساب الدولة عنده واحد الحقوق وانتيازات لا تغطر على بال كنا من المفروض نعيش وهكذا بلدنا غنية بكل الثروات بيترول غاز حديد مناجم فصفات بلو الكل عندنا وشعبنا جعان شعبنا ما يقدرش يشيري سيارة شعبنا ما يطلب في الأدوية شعبنا يبحث على أي طريقة باش يروح يعالج عن دول الجوار أو يروح للتركية أو غيرها بسبب ماذا؟ بسبب أنه نظام بائس رخيص ما وفرش حتى مستشفى لشعب يعالج وجين تكذبوا على الجزائريين حي السياسات ملك مغربي دير سياسة كسب حلفاء استراتيجيين وجين ويحكوا في واحد السيناريوهات على زيارة الملك إلى الإمارات رح نحكوا عليها خلال هذه الحلقة بإذن الله إذن مجلس التعاون الخليجي يجدد ويؤكد على مغربية الصحراء وعلى دعم المغرب وعلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي لن تروق لنظام العسكر لا جاي يخدم البلد لا جاي مشروع لا جاي مشاريع ورثنا من الخمس وسبعين حكاية البوليزاريو نجتر فيها وعيشين بها وأموالنا الضيح أنا أوان توقيف هذا المسخرة قال المعصرة هذه المسخرة الحقيقية أنا أوان توقيفها طرد البوليزاريو الآن حتمية للأمن القومي الجزائري خروج الجزائر من هذا الملف يجب أن يكون سريعا لأن هذا الملف ملف ملغوم سيورط الجزائر مع المنتظم الدولي في إطار الإرهاب وفي إطار كثير من الملفات ما الذي جريناه؟ أنا نعرف واحد يجيسانة قضية يسندها بمنطق الربح والخسارة إذا جاءت لقاها الخسارة تذهب إلى الجحيم تكون ما تكون تكون قضية مقندسة لدرجة لمنتهى القداسة حتى هالي في أرميها لفي سلة المهملات ولكن تجي قيصها بالمصالح ما الذي جنيته؟ أنا الأوان أن نقول كيف؟ ما هي هذه القضية اللي من خمس وسبعين أنا معاها نصر فعليها؟ ماذا استفدت منها؟ لا شيء صمعة زي صمعة بائعات الهوى أكرمكم الله في الساحة الدبلوماسية أموال طائلة مليارات رهم يعبثوا بها جماعة البوليزاريو ويديروا في ممتلكات العائلاتهم وزوجاتهم وعشقاتهم وأولادهم في الخارج والشعب الجزائري جعان تيندوف لما راحوا لها والله كأنها جاية من القرون الوسطى روحوا شوفوا العيون اللي حابين تحرروها من المغرب باش تعطوها للبوليزاريو لما قدروش يديروا مخيمات رصوصه حرامية بمعنى الكريمة روح شوف لي الداخلة وروح شوف لي المحبس اللي هو مسكين نراه دوار وكذا وكذا وقرية صغيرة والله راح يصبح خير من تيندوف هذه هي الحقائق اللي حابين نتحدثوا عليها للأسف الشديد لنراها نوع من العبث الذي لن يؤدي إلا ما لا يحمد عقباه واذكروا كلاما موضوع مهم أن الملك المغربي محمد السادس قام بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة طبعا كلكم تابعتوا هذه الاتفاقيات والتي عقدتوا وهذه الشراكة الاقتصادية قضية مليارات يعني الملك محمد السادس عندما يخرج في زيارة يجيب المليارات أعطوني ترهتبون كيش ما جاب حتى مليار واحد وين يخرج يضيع المليارات يوزع في أموال الشعب الجزائري باش يضحكوا معاه وديروا معاه صور وهي أعطوني لدولة راح القطر كانش ما جاب لنا مشاريع مشاريع قديمة من عهد بوتفليقة آرهي ماشية هاي راح للكويت كانش ما دار لنا مشاريع أول خرج العبد المجيد تبون كانت للمملكة العربية السعودية دعاته في إطار زيارة دولة خرج بخفي حني بخفي الزهرة كما يقول ما جاب قاله أنت روحت للسعودية دولة أغنى دولة المفروض ما تخرج إلا بصفاقات اقتصادية ومستثمرين وكذا 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 والسعوديين يحبوا الجزائر مثل ما يحبوا المغرب ويتمنوا أنهم يستثمروا في الجزائر هذه الحقيقة وقفت عليها بنفسي ما هوش كلام يتقولوا لي الناس ولكن لا شي يحوس 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 كل مهبول ويرجع والأموال تصرد يوزع فيها يدير مشروع يدير لمش شمل بين الفلسطينيين انتع هذه الفصائل يصرف عليهم الفلوس باش يلمش شمل انتعهم وبعد يرجعوا لبلادهم يحقروه ما يردوش عليه ما أقبحكم وما أرخصكم رخصتم الجزائر إلى هذا الحد لو كانت الجزائر عندها رجال بمعنى الكلمة مش رجال يسترجلوا غير على ولاد الشعب يسترجلوا على ولد الزوال يدوا يحطوه له في الحبس لأنه اكتب منشور في الفيسبوك أنتم هنا ماكم رجال وماكم أشباه الرجال حتى ذكورتكم يشقك فيها لأنكم بلغتم منتهدياثة بمعنى الكلمة تحقروا غير في ولاد الشعب الجزائري فقط ولكن عندما يحقركم اسماعيل هنية ما يردش حتى على اتصالاتكم وما يعطيكم حتى قيمة لا أحد منكم يتجرأ على اتخاذ موقع ماذا فعلتم؟ آية خلي خلي عبد الرزاق مقرين حرم عليه ما يروحش يطلقى مهنية شوف خدمة هالا من سوين اللي بيعوا في القش في الحمامات ما هيش خدمة دولة ما عندناش دولة ولا عندنا رجال دولة عندنا عصابة من اللصوص لم يرتقوا حتى إلى درجة مافيات حتى المافيات عندهم خلققيا معينة هذو من ناس سبناء ستين سرمايا كما يقولوا المشارقة حقيقة تحقروا الدولة لأنكم محقورين تبون يطلع مع الرئيس التركي رجب طيبر دول يقولنا ها نحنا الله غالب مناش نحنا وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك مع الأسف توقفت الأمور ومش حنا السبب الله شاهد كأن القضية تتعلق تشري صبات للزهرة ولا بابنت الزهرة انت راك رئيس دولة يا ابن الأي درت لهم مشروع هذا متاع الفلسطينيين جاءوا ووافقوا عليه يطبقوه ما يطبقوش والله ينغلق له حتى القنسولية السفارة هذه انت دولة فلسطين نغلق له جدها طير والمنزيش رعضين وفلس اللي ما يحترمش الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية بادرت بصمعتها وأموالها وباش الدير لم شمل يحقروك يدرك الأموال وبعد ما يرد عليكم محمود عباس يرد عليهم ويرد عليهم بفوقية لما كانت الجزائر دولة قوية كانوا هذم الفلسطينيين عندما يأتوا إلى المطار يستقبلهم كامران شاف وأصبح يستقبلهم رئيس الجمهورية ويتمسح بمحمود عباس أرجعوا للصور تعتبون لما استقبل محمود عباس وش هي الحكاية كل نكاية في المغرب كأن محمود عباس يكون يعيطونه في المغرب والله يكون يعيطونه الملك محمد السادس يروح منبطحا في فلوكة من إسبانيا إلى المغرب خلونا من هذا الكلام هذا اللي يزيدنا عصبية أكثر والله يعلم بحالنا الناس صحيح تكذبوا على الناس الملك خرج جاب صفقات لا تحسى ولا تؤد مليارات وهو مقبل على تنظيم كأس العالم ورح يفتح مشاريع والسياحة وكذا 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 شوفوا شي يخرجوا واش تخرجلنا هذه انتع انتع أحد الجرائد اللي دائما تكتب وهي جريدة الخبر اللي دائما تكتب هاي أمامكم الصحيف في عددها انتع اليوم الاربع أشرف أمس على لقاء جمع مخابرات بلده مع الموساد في دبي أمير المؤمنين حط على بين الظفرين يبيع بلاده وشعبه للكيان الصهيوني محمد السيد السافر سرا إلى تلبيب لتلقي العلاج ذعر في المخزن من الصعود السريع للضباط المغاربة الأحرار الحكاية عن الضباط الأحرار فيلم دارة المخابرات الجزائرية نظرك نحكي لكم عليه شوف يعني شوف الهبل هذا شوف الهبل هذا يعني بالله عليكم خلي نكونوا شوية نوع من الواقعي يعني الملك محمد السادس باش يروح يعالج في تلبيب يروح للإمارات ومن الإمارات يروح سرا لتلبيب تفجير حكي يا أديد بالله العظيم ترى هي أرقى المستشفيات في العالم وكان يحب يعالج فيها رأيه والله ما يحتاج طائرة ويركب في فرنسا في ألمانيا في كلها تحلم تستقبل محمد السادس باش تعالجه إذا كان حب يعالج عندها عنده مستشفيات أفضل من مستشفيات كثير من الدول أفضل من مستشفيات في إسرائيل اللي عند المغرب تشيل الهبل هذا اللي تنشر فيه هذا الهبل تعمل مخابرات رو واحد تعمل مخابرات الكاس يدور قعد ويألف يعني حالأقل تجيبوا خبر جيبوه منطقيا لما يكون مقبول خلينا نشوفوا مثلا وش نشروا في هذا المقال على ذكر هذه الضباط الأحرار هذه اللي يحكوا عليهم هاي وش أنا قلت لكم الجزائر راهي الآن أصبحت أرخص دولة في نظر دول الخليج اللي أصبحت تتآمر على دولة شقيقة جارة بهذه الطريقة وتحرض عليها ها هو نشراته نفس الجريدة وهو اخبرت عن مخابرات ميلاد منظمة الضباط المغاربة الأحرار والمخزن في ورطة هذا كان في 29 نوفمبر يعني منذ أيام قليلة فجأة قال لك مرة أخرى يشهد الجيش المغربي تصدعا ونزيفا حدا في صفوف ضباطه وجنوده الذين يعلنون انشقاقهم وتمردهم عن قواتهم بسبب بطش نظام المخزن الذي يعيش يا ولدي انشق العشرات من الضباط والجنود المغاربة التابعين لثكنة عسكرية في مدينة الرباط لو قلت على الأقل في الصحراء ولا في الناس اللي يعانوا في الرباط الرباط وتعرى في الصفوف القوات المسلح مكحالة عسيان وتصدع غير مسبوقة وما إلى ذلك فأفقد المؤسسة عسكرية كماسوكة وانسجام عناصرها من خلال إعلان 130-18 بينهم ضباط سامون انشقاقهم عن الجيش والله يا جماعة والله يا إخوان يا متابعين هذه حكاية استخباراتية ساخيفة لمنتأس وألفتها لهم البونيزاري هانزي ما صادري تقول بأن البونيزاري هم اللي داروا لهم الحكاية هذه قالوا لهم ديروا الحكاية هذه وراه 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 وكذا وانشقاقات وكذا بهذه الأساطير رحت يعني تواجهوا المغرب بالكذب هذا والبهتان هذا بالبهتان هذا كأن المغرب عايش حرب أهلية الجزائر اللي كانت تعيش لانشقاقها في سنة 93 انشقت كتيبة كاملة من القوات الخاصة وصارت تقاتل مع زملائها في زبربا في جهة الأخضرية كانوا يتقاتلوا كم من ضابط جزائر يهرب وأصبح فيه تنظيم الجماعات وعندما يكلموهم أنا ذاك يقولهم كين ضباط الأحرار يقولهم يقولك مكان ما هابا كنتش منها كذبوا كذبوا ونحن كنا في الكذرنة والناس هاربة وتهرب وتطلع للجبل هاي يسير يكون تشاهد عليه وكانوا ينكره لأن الجزائر كانت عايشة حرب المغرب وش من المشكلة عنه أنا هبطت للصحراء الصحراء وكل يقولوا ورانا مغاربة عليش حتى يحدث هذه الانشقاقة المهم الحكاية هذه حكاية فارغة دعاية استخبارات إياهم جبدوا فيها الريف وقال لك راح يضموا للريف وهذه كل تدخل في إطار المشروع اللي يدير فيه الاستخبارات على أساس تخلق حركة انفصالية في الريف وراهي صنعت واحد المجموعة وبعد داروا على بعضهم وبدوا يكشفوا في الأموال اللي أعطتهم المخابرات والصفارة الجزائري هذه كلها كذب يا مشارقها شاهدوا شاهدوا بأم أعينكم هذا النظام البائس الذي تتعاملون معه يا دول الخليج ها هو وش يدير يدير يحاول يخلق حتى انشقاقات بأي طريقة داخل الجيش ترون لك ما جبتوا هذاك الكذاب عيسو هذاك اللي كان عميل للاستخبارات من هي الاستخبارات الإسبانية لما فقولوا هربو هرب هرب وجاء عندي واعترفلي ودرت معه أنا حوار بعد مدة ما لقاوه ما لقاوه ما يديره ويش يضرب المغرب اوه كان واحد عيسو يشاء الله أنها تجيبوا الشروق وتقول لأول مرة ونسيت بأنه من قبل أيضا أجريت معه أنا بنفسي حواره كان لأول مرة هي الضبات هذب اللي انشقوا ونهوما يعني حتى باش تحكوا رحت وجبتوا واحد من الأرشيف منذ التسعينات وهرب وهو معترف بأنه عميل قدموه نموذج على أساس أنه ضابط منشق ضابط منشق هذه الدعية المهم شوفوا حرظوا عن المغرب هيا سيدي هو باع على حسب المنطق انتاعكم هنتم واجدرتوا الغز أمير المؤميني كذا كذا المهم شوه يواصل ملك المغرب محمد السيد استكمال صفقة بيع بلاده وشعبه الغارق في الفقر وظروف العيش القاسية كذابين فيه فقر ما فيه فقر ولكن والله ما هي ظروف قاسية لهذا الحد تروح للطنجة تروح الوجدة تروح للرباط تروح للدار البيضة تلقى الناس تخدم الناس كاينة الفقراء كايني يعني ميه بلد المغرب ما هوش بلد بيترول ونفط وغاز يكون عنده بيترول ونفط وغاز والله يراه مثل الخليج العربي ما عندهش طوابير لا طوابير على العدس لا طوابير على اللوبيا لا طوابير على الزيت الجزائريين يدير طابور من على الزيت جاء تناوع من السيارات راح يدير طابور باش يشوفها حتى أصبح الجزائري يمشي يلقى طابور يدخل فيه بسبب هذه الفوبيا تعتى التوابير في المغرب تروح والله ما تلقى طابور تحوس على القاز تلقاه تحوس على الزيت تلقاه تحوس على المرافق العمومية اللي نراها في أوروبا تشوفها في المغرب والله من هنا قاعد نسوق لهم وما يحتاجوا لنسوق لهم لكن هذا هو الواقع اللي نتحدثوا عنه فلا يفوت أي فرصة لفعل ذلك مهما كلفهم التدعيات تشير مصادر كذبين هذه المخابرات وتشير مصادر إلى أن أمير المؤمنين أشرف أمس في دبي الإماراتية على لقاء جهاز مخابرات جهاز استخباراته مع مخابرات الكيان الصهيون المصاد في محاولة الإنقاذ نفسه من تصع تأثير منظمة الضباط العرار يا لاوي هذا ضابط المخابرات اللي يكتب هذا المقل حمار مع احترامي للحمار الحمار كي تحط عليها بضاعته يوصلها للمكان اللتي تري هذا حطي يعطيته بضاعة ما وصلهاش من حاب هذا حمار يعني حركة مجموعة أشخاص هسيدي لنسلم جدر رهيكين هذه المنظمة مستحيل تكون داخل المغرب يعني رههم مجموعة من الضباط هربوا حرقوا للخير جدروا هذه المنظمة كما صلى في الجزائر شحني شوية أشخاص رح يزعزعوا المغرب يخلوا الملك يتنقل إلى الإمارات باش يلتقي مع الموساد عليش ما لنجيش الموساد عنه يا خي عنده علاقة مع الإسرائيل يعني حتى باش يسافي الإمارات هذا كل السبب عليش حاب يضربوا هذه العلاقة ويضربوا هذه الزيارة ليحقق فيها الملك المغربي مكاسب زعزعت أركان النظام خلته يوصل إلى درجة الهستيريا بهذه الأخبار سيدي قل وأجبرت المظاهرات والإحتجاجات الحادة للشعب المغربي والصعود الملفت لمنظمة الضباط المغرب الأحرار المناهضة لنظام المخزن محمد سادس على سفر إلى الإمارات بشكل عاجل بسبب حالة الرعب والفزع التي يعيشها المخزن وشركائه من قادة أبو ظبي على خلفية الالتفاف الشعبي المتزايد حول الضباط الأحرار المشترك مع الشعب المغربي في العمل على إسقاط التطبيع مع الكيان الصيون أنا أقول لكم حاجة أنا كنت في بركان وأنا جالس هناك في مقهى مع أصدقاء وجي مظاهرة يقولوا ما لا يمكن أن تتخيله في التطبيع والمطبعين يشتموا في المطبعين معناها يشتموا في المريك شكوين يمشي معهم البوليسية قدامهم ومشيين معهم ويرحكوا كملوا المسيرة انتهم وراح هذا نموذج ما سبوهم ولا منعوهم ولا شيء ديمقراطية يا ناس ديمقراطية ما يكذبين ما يحكو لكم فيه وما شفتش بعيني نقول ممكن ويجد يقول لك حلفاء هم فيه كذا والتقى مع ظبات نطع مخبراته هذا كله كلام سيناريوهات لا أساس له يا جماعة يعني المحمد السادس إذا كان أراد أن يجتمع مع المخبرات المخبرات الإسرائيلية يروح لهم الأبوظبي وعلى ما يعطي لهم شيء يمشوا عنده ولأجل ذلك عقد في دبي أمس حسب المصادر اجتماع رفيع المستوى إجراف أمير المؤمنين حضره جهاز مخبرات لظام المخزن واستخبارات واستخبارات الكيان الصهيوني المساد لأجل التوصل إلى حلول سريعة وآمنة للوضع الخطير الذي يمر به المغرب ويفع بفعلي تورط المخزن مع الكيان الصهيوني لسيما في ظل التصعيد والإحتياج الشعبي والله يا جماعة شوف هذه الزبالة أكرمكم الله ما تستحق أني أقراها خلاص خلاص يعني بلغوا واحد المستوى من من التفاهات اللي ما نقدرش نكمل فيها صراحة اللي رح يقراها أحمق ولا أريد الحمق النفسي يجي يقول لك أنا راح اجتماع بل أنه قال لك راح عالج في تلبي يعني بالله عليكم يا مخابرات الجزائر العالمة اللي يتبعوا الأمر يعرفوا بأنها لي برقية تعموا خابرات راكم هاكذا كشفتوا أنه ما عندناش مخابرات لكن لما تشوف واحد زي ذلك البغل أكرمكم الله مع احترامي للبغال جبار مهنة هو اللي يترأس هذه المخابرات لما تشوف فلان وعلان اللي رهم في الأجهزة هذة هم ناس من النصوص الحرامية لما تشوف في ذلك الحرامي صرق صبابة والحاج هو اللي يمسك في المخابرات يعني وش تنتظر منهم وش تنتظر منهم أسوأ خلق الله داخل المؤسسة العسكرية هم اللي يحكموا فيها الآن أقضر البشر الذين عرفناهم أيام زمان عندما كنا في المؤسسة العسكرية هم الآن اللي يمسكوا في البوست البهن كانوا يسلقوا حتى الملفائم اللي فواي يخلي هكذا كتنقص حتى تعمل هذك السينية معمرة في الملفائم يوقن عشرة ويروح يخلص زوج أعرف واحد هكذا كان يدير الأره وجنيرات وش ماسك تخيلوا إدارة اللي فيها الأمو كان يسلق في الملفائم يا ناس يا ناس والله بلغتم منتهى السفالة في كل شيء حكوا يا ركم بهدلته الملك محمد السيد صراح يدير صفقات كبيرة بالمليارات وخطوات أخرى ورح تشوفوا المشاريع القادمة في الصحراء في العيون الداخلة عندما قلت لكم من قبل أن العيون لأني درت لكم مؤخر روبرتاج وصورتها لكم وهذا اللي شفتوه من عندي رح يولي كأنه لا شيء أمام ما هو قادم هرواح انتا وقل له العيون المحتلة ونحيها للمغرب واعطيها لابراهيم غالي يتبرطق فيه هذا كلام فارغ حقيقة كلام سخيف وبلغ منتهى السخفي بمعنى الكلمة ما حققه محمد السادس هز أركان النظام الجزائر ودليل على التخبط هذه البرقية التي نشرتها الجريدة جريدة الخبر وهي برقية استخبارية مثل البرقيات السابقة التي نشرتها حول أبو ظبي والإمارات وغيرها وغيرها نظام إذا كان أبو ظبي ولا الإمارات العربية المتحدة عموما أنها تستهدف الأمن القومي الجزائي إذا كنتم رجال وخرجتم من صنب رجال اعلنوا موقف سياسي وديبلوماسي تجاه هذه الإمارات التي تتآمر عليكم على حسب ما تقولون أما تبقوا ببرقيات تنشرها في جريدة وفي اللقاءات الدبلوماسية مع المسؤولين الإماراتيين تقولهم الله يجريدة وتعرف نحن عندنا حرية التعبير وكذا كذبين أيها الإماراتيون هذه برقية من طرف الاستخبارات الجزائرية لا قضية حرية التعبير ولا تبعير ولا تغبير ولا تسنفير هذا هو الواقع هذه هي نظرة النظام الجزائري معكم دولة التي لا تستطيع تقولون بأنها تتآمر علينا وديروا في في اجتماعاته وكذا وكذا ضد الأمن القومي الجزائري متعلنوا حتى موقف لكن ابتلانا الله يا شعب يا جزائري ابتلاكم نظام ما فيه واحد رجل الذي يرضى الدياثة في أهله ما تنتظر منه يرضى الخير لبلد منه للمثل الجزائر نجيبها لكم من الآخر وعندنا ما يندله الجبين وهم يعرفون هذا جميل إذن بالاختصار أن زيارة الملك والاتفاقيات التي حدثت مع الإمارات العربية المتحدة زعزعت نظام نظام العسكر نظام أقوى جيش نظام القوة الضاربة نظام القوة الجهوية نظام اللي تخلق توازنات في المنطقة كما يدعي هذا التفون ها هو وينوصل للحال الملك يروح يدير في استثماراته مع دول الخليج وهم أقعدوا وللوا بهذه الطريقة والصهيونية وكذا ماذا قدمتم لغزة وين هي غزة؟ غزة تحرق يا خي تبقى قلت للشعب الجزائري قضية انتبعها أنا شخصيا ها يتابعها شخصيا إذا كنت خرجت من صلبي أبي ها يتابعها أنت واعلن موقف تعال جزائر مش يكلوا يقولوا إيقاف الحرب والعدوان لكن الكلام انت على الأشعار الذي لي لا اعلن موقف اعلن موقف هيا هيا نعطيك موقف ديره قطع العلاقات مع الدول التي طبعت العلاقات مع إسرائيل يا خي انت ضد التطبيق هيا إذا كنت راجل لكنني أدرك أنك بأن تبون والرجول لا يلتقيان ولا العسكر هذم الجنيرالات هذم رجالة حقارين برطبهم حقارين بمناصبهم حقارين بالسلطة اللي في يديهم لأنه لو كانوا رجال حقيقة ما يحقروش أولاد الرجال وابنة الرجال وهذا اللي هو وصل إذن هذه البرقية يا إخوان تعبر على مدى السخف الذي وصل إليه النظام الجزائري بسبب هذه البلاو اللي رانا عايشين فيها والقادم صدقوني أسوأ بكثير واذكروا كلا لا جيدا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المرأة إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله